مرحبا بكم في الجزء الثاني للبرنامج الانتخابي للحزب الاشتراكي الموحد فرع تيطوان المحور الخامس طرف على قضايا المواطنين أولا خس نعملوا واحد للجنة استشارية قانونية باش ترفع ليد على المتابعين بسدد الكيف بقضاء القانون 13-21 ثانيا نعدلوا الليجان المتابعة للمناطق المانية بنزع الملكية ونشوفوا المساطير والتعويضات في هذه الحالات ثالثا نقدموا تعويض لأصحاب هذه الأراضي المحور السادس تدبير المفوض وتجويل الخدمات أولا خصنا رقمنات الخدمات الإدارية باش نحضوه من الرشوة والمحسوبية ثانيا نعملوا مكتب خاص يطلق الشكاوي ويقدم الحل ثالثا إعادة النظر في دفتر التحملات الخاصة بشركة أمانديس والنقل والنظافة رابعا تهيئة مطرح تطوان بالمعايير المناسبة خامسا نعمل شراكات مع شركات مختصة في تدوير النفايات سادسا تعزيز المراقبة على الضرائب سابعا نشجع النساء على إنشاء المقاولات المحور السابع الثقافة والرياضة أولا تأهيل قطاع الثقافة من خلال أننا ندعم المهرجانات الفنية في المدينة ثانيا نشجع الشركات السينمائية باش يصوروا في المدينة دينا ثالثا نشرك العاملين في المجال الثقافي في اتخاذ القرارات رابعا نطالبوا بملعب كبير في تدوان ونقدموا دعم كبير من هذا المشروع خامسا توسيع مرافق القرب الرياضية والثقافية والاجتماعية ونعملوا نظام جديد لتسيير دياله سادسا نعززوا شراكات مع الجمعيات والإطارات الفاعلة في هذا المجال المحور الثامن البيئة والبنية التحتية أولا نخلقوا مساحات خضراء أكثر ثانيا تشجير شوارع تدوان ثالثا تحسين علامات التشوير في المدينة ونحددوا من ظاهرة الازدحام خاصة في فصل الصيف رابعا اطلاق شبكة الإنترنت في بعض الأماكن العامة المحور التاسع الأشخاص في وضعية إعاقة أولا خاصة ندمجوا الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة العامة ثانيا تحسيس بالمشاكل هذا الفئة باش توصل من مجالس القرار وأخيرا كنقول لكم ما تنسوش تزورونا على المواقع التواصل الاجتماعي وكندعوكم باش تصوتوا على الرمز الشمعة الرمز التغيير ودائما مع الوطن والشعب وما تنسوش بارتاجي والفيديو مع أحبابكم وصحابكم شكرا 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 شكرا